بسم الله الرحمن الرحيم من الأعمال التي يرفع الله سبحانه وتعالى فيها الأجور وتجمل الإنسان في هذه الدنيا وتثق الموازين أعمالك وحسناتك في يوم القيامة ألا وهي قضية مكارم الأخلاق والأداب الأسلامية والأداب الشرعية التي اكتسبناها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو من أقواله صلى الله عليه وسلم لذلك أيها الأحبة نحن اليوم معكم في أداب وهذه الأداب حقيقة تجمل الإنسان في هذه الحياة وتجمل الإنسان في يوم لا ينفع فيه لا مال ولا بنون إلا من أطلالها بغلب سليم أحبتي لما نتكلم عن قضية الأخلاق أو قضية الأداب الشرعية هذه المواضيع التي قد تنسوها كثير من الناس التي قد تساهل بها كثير من الناس التي يمكن يحملها كثير من الناس ويكتفون في قضية أمور العبادات لا ننسى أيها الحبة أن قضية أمور الدين شريعة وعقيدة وآداب وأخلاق وكذلك بعض الناس يمكن يكتفي في جانب العبادات ولكن هناك عندنا جوانب أخرى ألا وهي جانب المعاملات وجانب الأخلاقيات لذلك أحبتي في الله عز وجل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث الناس على قضية توحيد الله سبحانه وتعالى وأهمية اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ياهي والحبة هناك يعني قضية الأداب والأخلاق الإسلامية هذه مما يثقل بها الموازين العبد يوم القيامة هذه الأمور سبب من أسباب محبة الله سبحانه وتعالى هذه الأمور أيها الحبة قضية الأداب والأخلاق يعني مما يجعل الله سبحانه وتعالى يرفع لك بها المنزل العالي في الجنة وكذلك يجعل لك الله سبحانه وتعالى الأثر الجميل الأثر الطيب الذي تجده في هذه الحياة تجد هذه الأمور مما يسعد الإنسان في هذه الحياة لمن يوم الأيام يأتيك رجل يقول أنت فلان تقول نعم أنا فلان وتقول أنت كنت تعمل في الجانب الفلاني تقول نعم أنا أعمل في الجانب الفلاني لكن يا أخي أمس سمعنا عنك كل أخبار طيبة علومك قانما ما شاء الله أي شيء الذكر هذا الناس ذكرك بالخير والله ردت فعلك أقل ما تقول تقول والله لو أخرج من هذه الحياة إلا أن الناس تذكرني بالخير والله لكفاني هذا الشيء فهذا إذا كان كلمة طيبة أسعدتك وتمنيت لو ذهبت من هذه الدنيا وأنت على هذا الأثر طيب كيف لما تقبل على الله سبحانه وتعالى وقد نلت بهذه الأخلاق بهذه الأداب محبة الله سبحانه وتعالى نلت محبة النبي صلى الله عليه وسلم تكون أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكون ممن ثق الموازنة يوم القيامة لذلك أيها الحبة لما نلتزم بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أو بالأداب الشرعية أو بالأداب التي حثن عليها النبي صلى الله عليه وسلم والله فيها منزلة لك أيها الإنسان في هذه الحياة بأن يجعل الله لك الذكر الطيب والذكر الحسن دعوات الناس يا أخي لك بالخير والله يكفي للإنسان يرزق الله سبحانه وتعالى كما أن الرزق يا أخواني أموال كما أن الرزق أحيانا وظيفة كما أن الرزق أحيانا منصب كذلك أحبتي في الله عز وجل أن هناك من الأرزاق قضية الذكر الحسن الناس تذكرك بالخير الناس تدعو لك بظهر الغيب والله يتخيل أنت لو كان سخرك الله مجموع من الناس يعني يستغفروا لك اللهم أخفر له اللهم وفقه اللهم أسعده اللهم يسر أموره اللهم أسعد قلبه هذه الأمور ما تأتي من فرق إنما تأتي بسبب تعاملك مع الناس بسبب أدبك مع الناس بسبب أخلاك مع الناس هذا الشيء الذي حثن عليه النبي صلى الله عليه وسلم لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بعد ما كان يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى ويدعو إلى تحذير من الشرك كان صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت ليتم مكارم الأخلاق لذلك أيها الحبة لا نستغرب أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت في مكة كان 13 سنة كلها كان يدعو إلى التوحيد ومن ضمنها كان يدعو إلى الأخلاق الكريمة التي حثن عليها النبي صلى الله عليه وسلم حياكم الله أخو المشاهدين وأسأل الله سبحانه وتعالى أن جمنا وإياكم بمكارم الأخلاق بجميل الأخلاق والآداب الشرعية أحبتي والله هذه من الأمور التي ينمق على الإنسان أن يأخذها بعين الاعتبار وأن يتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأن يتأدى بآداب القرآن بآداب السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أحبتي لا زال الحديث عن الأدب مع الله سبحانه وتعالى وهذا من أوجب الأداب التي ينبغي علينا أن نتأدى مع الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليكم أن هناك أداب مستحبة يعني تجمل بها الإنسان وهناك أداب واجبة وخاصة مع الله سبحانه وتعالى الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم الأدب مع عموم الناس هذه الأمور يعني قد تكون واجبة وهناك أداب قد تكون مستحبة ولكن الأدب مع الله سبحانه وتعالى ينبغي علينا قدر المستطاع أن نكون متأدبين مع الله سبحانه وتعالى ولذلك قد ذكرنا في حلقات ماضية قضية محبة الله سبحانه وتعالى قضية يعني معرفة الله سبحانه وتعالى كذلك يا حبتي يعني ينبغي علينا أن نتأدى مع الله سبحانه وتعالى كذلك عن طريق يعني مراقبة الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك لذاك ينبقى على الإنسان قدر ما ستطاع أن يعبد الله كأنه يراه وأن يجعل الله سبحانه وتعالى نصب عينيه وأن ما يفعله أمام الناس أو بينه وبين نفسه أن يجعل الله سبحانه وتعالى كذلك في أداء الأمانة كذلك يعني تعامل مع الناس بشكل عام أن يراقب الله سبحانه وتعالى ينبغي على العبد أن إذا أراد أن يتعامل مع الناس عموما أول شيء أن يتعامل مع الله قبل أن يتعامل مع الناس أراد مثلا أن يتعامل مع زوجته أن ينظر إلى الله سبحانه وتعالى ومرغبة الله سبحانه وتعالى كذلك ثم تعاملهم مع الناس وخاصة الزوجة الأبناء الوالدين الجيران الأقارب وغيرها من هذه الأمور كل هذه الأمور أن يراقب الله سبحانه وتعالى ولذلك هذا الأمر يعني مهم جدا ولذلك كما في حديث جبريل عليه السلام لمن أتى في صوت رجل وأخذ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك وهذا هو المطلوب يعني ينبغي على الإنسان قدر ما استطاع أن يجعل الله نصب عيني أن يجعل الله سبحانه وتعالى أن ينظر إليه في كل وغاته في كل سكاناته أن الله عز وجل مطلع على أمور الغيب أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه أينما كان ولذلك أيها الحبة ينبغي قدر ما سطع أن نراغب الله سبحانه وتعالى وهذا من أجل الأداب التي ينبغي علينا أن نسرك هذا الأدب مع الله سبحانه وتعالى إذا بغت التعامل مع الناس انظر إلى الله سبحانه وتعالى أن الله مطلع عليك أن الله يعلم السرائر أن الله يعلم ما يخفي في قلبك أن الله يعلم نيتك أن الله عز وجل يعلم ما تريد من هذا الفعل ولذلك ينبغي غدر المستطاع والحبة أن نتأدب ونتمسك بهذا الأدب وخاصة مع الله سبحانه وتعالى وخاصة المراقبة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى معاذ رضي الله عنه فقال أن تعبد الله كأنك ترى وعدد نفسك من الموت أو من الموت فلذلك هذه الأمور تجعل الإنسان يعني يحيى عند الضمير ويكون غريب من الله سبحانه وتعالى وأن لا يتصرف قبل أن يخطو أي خطوة إلا هو يعلم أن الله عز وجل مطلع أين تذهب هذه القدم وأين تريد هذه اليد وأين قلبك في هذا الموضع ولذلك ينبغي علينا قتل مستطاع حبتي في الله عز وجل أن نراقب الله سبحانه وتعالى حتى يا أخواني أن نكون قريبين من الله سبحانه وتعالى وننال محبة الله سبحانه وتعالى وننال كذلك محبة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يا أحبة أن يكون أقرب الناس يعني من النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أيها الأحبة أن تجد هذا يعني منزلة عالية في الجنة بسبب حسن خلقك بسبب أدبك الجميل بسبب يعني ما تتخلق به سواء في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم امتثالك لهذا الأمر والله تجد نفسك قد ثقلت هذه الموازين في يوم لا ينفع فيه لا مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أسأل الله سبحانه وتعالى أن نجمنا وإياكم بمكار المخلاق وحسن الأدب مع الله سبحانه وتعالى هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد